نجحت السعودية في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية كصاحبة أكبر عدد من المشاركين في مصابقة برمجة ماراثونية تسمى هاكاثون ولكن هذه المرة كان الهدف من المصابقة هو موسم الحج مبرمجون من أنحاء العالم اجتمعوا في السعودية ضمن مصابقة برمجة ماراثونية عقدت في مدينة جدة السعودية أطلق عليها اسم هاكاثون الحج والتي نظمت بالتزامن مع بدء توفد الحجاج إلى المملكة وهاكاثون عادة ما يكون عبارة عن تجمع للمبرمجين لتصميم برامج جديدة أو مناقشة مسائل تتعلق بالبرمجة ومن هذا المنطلق انكب المبرمجون طوال 36 ساعة من دون توقف على حل معضلة رئيسية من خلال توظيف التكنولوجيا في كيفية تفادي الحوادث مميتة في المستقبل وعملت مجموعة على تصميم تطبيق يتيح للمسعفين سرعة الوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية عبر استخدام تكنولوجيا التعاقب الجغرافي وقام أربعة طلاب ببرمجة تطبيق هو عبارة عن مقود افتراضي يساعد حامله على تحديد موقع أقربائه المفقودين مستحينا بسوار يعمل بتقنية بلوتوث كما صمم أربعة مبرمجين جهاز استشعار ينذر عمال النظافة عندما تمتلئ أكياس النفايات كما استخدمت نساء سعوديات رموذ برمجة وحلولا حسابية متقدمة من أجل تصميم تطبيق يساعد الحجاج الذين لا يتحدثون اللغة العربية على ترجمة التعليمات إلى عدد من اللغات من دون الحاجة إلى خدمة الإنترنت وفي نهاية المؤتمر وزعت على المشاركين الفائزين جوائز بلغت قيمتها نحو مليوني ريال سعودي